يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون السلام عليكم كيف كان صبايا شو اخباركم طمنوني عنكم ان شاء الله تكونوا بخير ان شاء الله تكونوا بألف خير انتوا عم تشوفوا فيديو اليوم اول شي خلينا نسمي بالله وصلي عنا بينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبلش الفيديو سوا اليوم يا صبايا فيديو اليوم هو تكمله لفيديو طبعا حوصة البيت النظيفة قبل رمضان هلأ اللهم اصلي عن نبي اليوم ان شاء الله رح اساوي قطي النام يعني تقريبا قطي النام كتير بالتشغل هلأ انا ما صورت لكم كل اللي متل ما بقولوا التكات الواحد اللي بساوية بقطي النام يعني انه متل تفضلت اللي بس ترتيبه وكذا فلأني انا متل ما بتعرفوا انه وقت عزلت الصيف يعني الشطوي كله طبعا مضباط يعني فهلأ راحت معي ان شاء الله لتعزيلة العيد ان شاء الله قبل رمضان فهون اكيد رح اللهم اصلي عن نبي كله يتفضى لإذر رب العالمين بس اليوم يعني هيك متل ما بقولوا مسح الشبابيك مسح غبرة الغرفة مسح عميق طبعا اللهم اصلي عن نبي البالكون هذا اهم شيء انا طبعا اللي ببشطف البالكون كتير انه بحب اشطفه مثل ايام سوريا انه منمدد هيك خرطوم المي مش طفقا هيك بحب يعني بصير كي بدأ الكن انضاف ويعني ما هو مثل اذا هيك نقلت مي نقل يعني فبصير اصعب علي لأ الخرطوم هيك بصير انه اسهل بمدد الخرطوم بشطف البالكين فيعني زبطت الحمد لله اليوم وخلصت وغسات البرياضي الحمد لله بفضل من الله حتى ظهر السكرتون يعني ما بقولوا فوق السكرتون فكله كمان نزلت شناطي السفر وزبطته ومسحته فهون يعني ما حسنت اصور لكم انه فوق السكرتون لاني كان صعب علي شوي فهون هيك مثل ما لكم شايفين اللهم صلي عن نبي طبعا انا هون فوقت بكير يعني بعدت مثل ما شفتوا بنتي يبوني على المدرسة بعدين صار وقت لفطور انا هيك فطوري بفطر بكير يعني تقريبا عن 9-9 ونص طبعا فطور الحمية اللي بلشت فيها هون هيدا اكلي الصباح ما بصير اكل غيره ابدا هو برعب تبارعا حتى البنادورا ممنوع منه بس لازم اقوله شي انه اكل هيك ربع ونص بنادورا ما بصير احرام حالي مباشر منه فهون متل ما شايفين هيك يا عبارة عن بيض وبنادورا وخيار ونص رغيف خبز اسمر يعني ما بصير ابيض ابدا فهيك فطرت طبعا وساويت لنا الصغار معي لابني وبنتي شام والله ما صلي عن نبي فطرنا بعد ما فطرنا اه فقمت ابلشيك متل ما شايفين الحوسة اللي نضيفة لأقطل نوع فاول شي ساويته هو بلشت امسح الشبابيك طبعا اول كم يوم بالحمية اللي بلشتها طبعا كان صعب علي لاني مثل ما بتعرفوا الحمية هي عبارة انه الواحد ينقطع عن السكريات عن الحلويات عن كل شي كتبتلي يا الدكتورة يعني بالممنوع اللي لازم انا ما اكله ومشار انه ماتي فكان صعب علي انه مباشر ما بقى كل هالاكلات امتنعت عني فحسيت بتاعه باول نهار كتير 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 بس بعدين هلا يعني صلي فترة بالحمية الحمدلله لأ يعني حسيت انه جسمي بلشت اقلم يعني عرفتو كيف فان شاء الله هيك يعرفو هيك الاقي فائدة عليها والله يشفيك المريض وجاه اسمه الكريم هون هاي الفرشاية كتير كتير ممتازة عن جد هيك الزوايا اللي تكون ما بتحس انه تمسحوها فممكن انه تساووا فيها فكل شي فيه غبرة وهيك فبروح كتير عجبتني اخدتها من البيم نازل عليها طبعا بينزل عروض هيك الجمعة فريحت هيك بالصدفة شفتها فورا اخدتها لاني عن جد كتير بتلزمني انه وقت هيك بمسح الشبابيك هدولة متل ما شايفين الزوايا هيك الصغيرة بتكون فصعب انه مثلا الواحد يمسحون فهي كتير ممتازة كتير عجبتني هيك متل ما شايفين بلشت هون وكان الجو كتير كتير حلو عن جد كان الجو هيك مشجع انه الواحد يبلش انه يكمل الحوصل النظيفة قبل رمضان شفته الله هيك يبلغنا رمضان إن شاء الله جميعا وإن شاء الله هيك يقدرنا على طاعته وعبادته إن شاء الله وهيك فكيت البريادي كل لون وهون كان عندي وجبة بالغسالة طبعا الغسين معا بيخلص معا بيخلص يا صبايا فالله مصلي عن نبي هون كان عندي وجبة بالغسالة بده اللهم مصلي عن نبي نشر ففضيت الغسالة وبعدين حطيت البريادي وشغلت عليه هون أنا البريادي مثل ما قلت تلكون على طول إنه من غسالة عن نشر اللهم مصلي عن نبي الساتنات اللي فوق فبحطتهم على درجة حرارة مو أنه مثل ما بقولوا يندعكوا كتير إنه لأني بجعكوا كتير إذا حطيتهم على درجة حرارة عالية هو أولا وأخيرا إنه طبعا دو الغسيل هو اللي بيعطي اللي يبدأ كل ما تكون نوعيته كويسة فبيعطي النظافة المطلوبة هلأ أنا جربت كتير مثل ما قلت لكم أدويت غسيل بس هلأ جايب آخر شي دو غسيل ما حفظت اسمه بصراحة مثل العادة بس اسمه يمكن XO هيك بتذكر فلا عجبني بس ما لازم تكتروا منه كتير لأني ببوح أوقات هلأ أنا تقريبا مكيال دو الغسيل عندي بحط كاسة واحدة فوقتها حطيت يعني كترت شوي فبوح بشكل كتير كبير فرجعت عدد رجعت غسيل في الوجبة من أول وجديد يعني حطيتها بس مي بلا دو غسيل فيعني إنه لا تكتروا منه هاد بس بقلكم إنه ريحته حلوى وبنطف يعني إنه معيته كويسة هون كمان كنت عم بمسح إنه الشباك التاني بقطي النوم لأني قطي النوم لشباكين وبالكون وبعدين بعد ما خلصت ملشت هون بإنه أشطف البالكون طبعا ما بصير بالمسح الغبرة اللهم صلي على النبي بلشت مسح غبرة قط النوم بعدين طبعا هون إش في عندي شغلات مكياج ما مكياج كله فضيته طبعا وأخر شي طبعا ضل إنه مسحت السكرتون طبعا حتى السكرتون صحي ما رأى أفضل لبس منه بس تحت اللبس هيك قدام اللبس كله لازم ينمسح يا صبايا لأني عن جد بيتحسوه بصير غبرة يعني فلازم ينمسح أنا هيك بحب كل فترة يعني إنه أمسح القلب السكرتون كمان إنه مسحته كله وضبطته كمان فهون ضل عندي بس إنه اللهم صلي على النبي أكنس الأراضي وأعمل لي مسحه وكنت عبا أستنى طبعا حطيت مثل ما شفته إنه البريادي بالغسالة فحطيتهم تقريبا ديك تقولوه نص ساعة مثل ما أعطيكم شما ينجعكم كتير وبعدين علقتهم كان آخر شي عندي هلا ديك تشوفوا دي أصور لكم الغرفة كان بلا بريادي نهائي فكان آخر شي عندي إنه أعلق البريادي وحبيت إنه أغير ديكار الأقوط النوم إنه مثلا أشيل عندي بريادي لون أحمر إنه مثل ما أقوله إنه بيجو على الطرفين فحبيت أغير بس بعدين غيرت رأيي بصراحة قلتل أخليه إن شاء الله لرمضان برمضان إن شاء الله إنه بغير البريادي بإذن الله وبغير شلفة التخذ إن شاء الله وأنا عبفرجيكم الجرائم العبسهوه عندي ولادي إنه شوفوا هدول الألعاب ما بخليهم عبطول مصمودين لأنه قولوا حرام اللعبة تضل إنه محطوطة هيك صمدية فكل يوم هيك بنزلوهم بلعبوا فيهم وبراجعوهم فالله ما صلي على النبي هون هاد الأطعيله إنه راسه وهاد الشايليله وهاد الأرنوبة شايليله إنه دنبه من على طرف وجرائم هلا عبفرجيكم الجرائم اللعبة تصير فهيك إيش فيه شغلات بشوفها بدي أطب أو بدي شي بحطها على طرف وبزبطها بعدين هون مسا حتاخت ابني كله كمان زبطته والله ما صلي على النبي شلت الوجهات كمان إنه بدي أغسله إن شاء الله بزر رب العالمين كمان إنه حطيته على الغسيل وبلشت هيك طبعا بيطلع ألف قصة وقصة بالحوس اللي نضيفة أو التعزيلة ألف قصة وقصة بتكون شغلات عن جد دموه إنه خاطر عبالك أو مثلا بتقولي لأ هاي إنه صلي فترة معزلتها أو منظفتها لأ ما بدي لأ بتحسيها لأ بدي تعي إنه أعزل أو أنظف أو تعي إنه أمسح فهيك خلصت الحمد لله رب العالمين مثل ما قطلت لك أنضل علي مسح الأراضي وتكنيسة كنست تكنيسة للقودة طبعا التكنيسة ما بس لقودة للنوم إنه أنا مكنسة من أمبارحة تقريبا كل يوم أنا عندي تكنيسة للبيت بس اللهم أصلي عن النبي لما بعزل قودة النوم بساوية فأولادي كلهم إنه الوري إنه من قودة لقودة فبحس البيت صار بده كله تكنيس فهيهم مثل ما شايفين إنه ساويت تكنيسة لقودة النوم وساويت البيت كله إنه تكنيسة والله أصلي عن النبي الله هيك يعطينا الصحة والعافية لحتى إن شاء الله ما نناقشش يا عبيوتنا بزرق بالعالمين هون المقطع اللي قبله عفتلكون الصوت متل ما هوهم بيقولوا خلف الكواليس مش عان تسمعوا صوت ولادي أداهك نغم والله يحميهم يا رب ابني عاب يبكي بنتي عاب تتقاتل مع أختها ويعني الحمد لله يعني عن جد كتير يا صبايا بتعب لما اللهم صلى عن النبي بصور والله مصلى عن النبي بمنتج فهلا المونتاج حسرا حسرا صاير عب استنى ولادي لحتى يناموا لأمنتج فهيك الله يعطينا الصحة وأنتم لازم هيك مثل ما بقولوا إنه معب بتعب أنا مشان أفرجيكم فيديوهاتي الحلوة إن شاء الله رح تعجبكم فدعموني يا صبايا خليلي قلبكن ربي ساعدكن بتعليق واشتراك وفعلوا زر الجرس مشان هيك يصلكم كل فيديو جديد منزله وهون بعد ما خلص من قلت إنه معلقت الورادي صار وقت طبعا اللهم صلى عن النبي البرشبو فهيك فضيته كله ما صحته هون أنا بحثت إنه اللهم صلى عن النبي مثل الورق الجرائد أو هيك فهون ما كان يعني عندي ما في يعني ما له متوفر وهون مثل ما شايفين كمان كاسريلي هون قلبه يعني الله يحميهم يا رب كاسريلي فحسيت فالله مصلى عن النبي إنه حاولت أزبطه يعني فما مثل ما قلت لكون ما كان عندي ورق فحاولت إنه أحط بلا ورق حاليا لحتى إنه أجيب بإذر رب العالمين مسحته كله وزبطه فعلا عن جد والله العظيم النظافة مثل النظافة ما فيه بتحسوا هيك يعني لما هلأ قبل رمضان لما الواحد بعزله وينضحه وبساوي حوصة نظيفة يعني عن جد بهجة غير شكل وأولا وأخيرا يا صبايا هيك يا الله مثل ما أبقى لكون يقدرنا على إن شاء الله إنه ما نأثر بعباداتنا إن شاء الله لا برمضان ولا بغير رمضان إنه ما نأثر برمضان وغير رمضان طبعا إن شاء الله هيك الواحد بيدعي بهالأيام الفضيلة يا رب الله هيك يسمع مني ومنكن ومن كل حدا بيدعي لأهلنا بغزة يا الله هيك يفرج عليه هون وينستران ويا رب هيك قبل ما هيك قبل ما يجي للمضان يكون إن شاء الله هيك منصورين بجاه اسمه الكريم يا رب العالمين وهون هيك متل ما شفتوا عي أخر شي متل ما أقوله الرتوش الأخيرة بلشت أمسح عقوط النام والله مصلي عن نبي يعني إنه ماضل عندي شي الحمد لله هون متل ما بتقوله صار هيك راحة نفسية هون هيك آخر شي الله مصلي عن نبي كان عندي شوية وسيل ببدو طوي طبعا لميت وجبة منها على البلكون وحطيت وفي وجبة بالغسالة متل ما شفتوا لازم أنشرة كمان نشرتها وفي وجبة الله مصلي عن نبي إنه لازم أنه حتى وعد ما هاد تخلص الوجبة يعني سبحان الله الغسيل ما بيخلص ما بيخلص يعني عن جد والله صار بهالجموع بيتقلب كتير أوقات الغسيل بيطول شوية ليباس وأوقات يعني ما في ساعتين ثلاثة سبحان الله بتشوفوا إنه خالص لازم بدو لم هون هيك طويت شوية غسيل كان هيك غسيل لأولادي وغسيلة لزوجي بدو كوي طبعا الغسيل هادة متل شايفين هيك مناطلين وهيك هدولي بطوية اللي بحطان على طرف هدول كلهم طبعا للكوي إن كان قمصان أو بناطلين طبعا وما خلص الشغل يعني عن جد وقلش بس الواحد قام على الشغل بيته فبتلعلوا ألف قصة وقصة اللهم أسلي عن نبي ريحت كمان على المطبخ عندي شوية غراض لازم أطبقون وفي عندي سبانغ جبت سبانغ إنه لازم أخسلن وأسلقون يعني أنا ما بسلقون بالمي هن بميتهم إنه بسلقون وأنا بخسلن قبل ما أقفرمون السبانغ خلا من فترة ساويت أكلة سلق شاركتكم فيها وهلا اليوم رح أساوي السبانغ وإن شاء الله رح أشارككم فيها بإذن الله طبعا فيديو اليوم ما فيه طبخة ولا فيه أكلة حلق لأني مثل ما بتعرفوا هلا قبل رمضان كله لقي حوسة بحوسة يعني أي ست بيت هلا عندها حوسة في البيت فما بصراحة ما عبا مشيه إنه هاليومين هيك إنه أكلات من البيت وبما إنه أنا يعني نظامي إنه باكل الساعة ستة ونص تقريبا وأنا أولادي بينام وبكير فالأكل اللي باكله أنا بطعمي من أولادي يعني مثلا كانت إنه أكلتي اليوم ساويت متبل يعني متبل اللهم صلى عن النبي شوي شاويت بانجانة وتبلتها بشوية خضرة وساويت مثل صدر فروج يعني كمان قليته بمعلاقة زيت زيتون وحطيت له بصلي وقليته بس هلا بتشوفوا آخر شي رح أبرجيكم شو غداي طبعا طعميت الولاد معي فمشاني كعب أقلكن في فيديوهات هالفترة رح يكون قليل فيها مثلا أكلات الحلق لأني بصراحة الواحد ذيكي إنه مو محمي فصعب علي ساوي أكلة حلق طيبة ومعدوقة فهلا أنا هصير هيك فيني الوضع إنه ما عبب أحسن يعني إنه أكل هالأكلات هيك فهيك مثل ما شايفين طبقت الحمد لله وخلصت وظل هلا مثل ما شايفين عندي هون السبانغ عبيستناني إنه بدي أخسله وأفرمه وأزبطه إن شاء الله وأكلتي اليوم هي كبان السبانغ بس طبعا ما رح تكون إنه السبانغ بالسمنة لأ رح أساويه بزيت الزيتون إن شاء الله هيك الأكل وهون أخذ شي يا صبايا بيكون هيك فيديو اليوم خلص بتمنى يكون حبيته وهيكي كان خفيفة على قلوبكم بحبكم في الله بتمنى هيك تدعموني باشتراك ولايك وتعليق حلومة لكم والله يساعدكم يا رب ويخليلي ألقكم والسلامات